اللغة العربية في الفضاء الأزرق بين التغريب والتهريب بسم الله الرحمن الرحيم وبهن استعين والصلاة والسلام على رسول الله توطئ لا شك ولا خلافة في أن اللغة العربية من أجود ما أجرى الله على ألسنة عباد تعبدهم بها قرآنا تتل آياته آناء الليل وأطراف النهار ولا تجوز الصلاة له إلا بها وجعل من بيان شعرها ونثرها نظم ترتاح له القلوب اللغة العربية لا ينكر سحرها إلا مكابر تفاعل معها دراسة وتناولها بحثا أكاديميا من ليست له أمة الفضاء الأزرق الشبكة الإلكترونية محلا التوليفة التي لا يعرف لها حدود لا تنكر اللغة العربية وتجعل لها مكانة تريق بها أدرجت في كل نظوم التشغيل المعروفة فتعاملت معها كل محاركات البحث المعلومة وناسخة بحروفها لوحة الأزرار تفنن تقنيو الذكاء الاصطناعي في تحليلها واستنباط تفعيلاتها لغرض الفهم والسيطرة كل ما ذكر من فعل من لا يتكلم بها وليس من جنسها لغة لا تستعمل نهايتها الموت والاندثار تنكر لها الكبار فجهلها الصغار شبابنا يحلو له أن يدرج في منطوقه كلمات بالأنجليزية ويزهو متفاخرة وإذا نطق بالعربية ينتكس وينتكس هذا من غربة اللغة العربية بين أهله وعند من ليس لها كذلك ما لا يفهم غربة الشخص في أهله ولكن لا يلام من ليس أهله مع العلم أن اللغة العربية هي سادس لغة منطوقة في العالم من طرف 274 مليون نسمة ورابع لغة من حيث الاستعمال من الذين يرتادون فضاء الأنترنت ولكن من حيث التأليف وإخراج المواقع الإلكترونية فتحتل المرتبة السابعة عشر بمعدل 0.9% أكثر من 18 مليون شخص في الجزائر يجولون في أروقة ذلك الفضاء الأزرق ومثل ذلك العدد هم من الذين يرتادون الفيسبوك اليوتيوب وغيرها من المنصات والشبكات الاجتماعية أكثر من خمس مرايض شخص في العالم يرتادوا الأنترنت المجهول هو أن من يتحكم في الشبكة العالمية يمسك بأعناق الزبائن وقد يحدد لهم المصائر والمعلوم أن من لا يتحكم في الشبكة صار فأر اختبار تمرر عليه كل المحكاة ليس له إلا قبول الاستهلاك والمزيد المزيد حتى صار البعض مدمنة أقراص مهلوسة القصص في الفضاء الأزرق تحكى لا يعرف لها مصدر ولا يفهم لها من جدوى اتخذ منه البعض منبرا للفتوى فأفتى من غير هدن إذا نشر الخبر فلا تنفك تصدقه حتى يصلك من يكذبه من وراء ستائره استثنى الجاهل صورته فأصبح يحلل فيما لا يعلم ويجر من ورائه من هو أجهل منه فكيف بمن يعمل لخوض تلك الأفعال من وراء مسميات اللغة العربية بدعوى أنه يقدم محتوى راق لمن يتكلم اللغة العربية الحقيقة لا تعدو أن تكون إلا مساهمة في تمرين البرامجيات الذكية في فن كيد من لا يتكلمون اللغة العربية لمن يتكلمون اللغة العربية ذلك هو التهريب ليس المقصود هنا التعميم ولكن هي الحقيقة المرة التي لا يحب الكثيرون فتح الحوار لتدارك أخطاء التصويب حسن التدبير في البدايات يدل على حسن الأداء في النهايات عذرا وشكرا على الإنصات